السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض البوفتيك بأسهل تدبيلة وأسهل طريقة تدبيلة سهلة جدا جدا من غير أي خزعبالات هتديني طعمه أكتر من رائع للبوفتيك وكمان هنعمل كفر ما يتشلش أبدا بكل سهولة كفر متماسك والنتيجة هتكون أكتر من رائعة والشكل زي ما انت شايف يلا يشب حضر المأدير واتخلي معي الفيديو برجلك اليمين واتبع معي الفيديو بالتفصيل هنقول بسم الله ونبتدي بالمأدير وطريقة التحضير موجود معي هنا في المأدير نصف كيلو من البوفتيك طبعا البوفتيك انت بيجبيه من عند الجزار هو بيكون دقيقه لك ونفتح لك الأنسجة بالشكل الانت شايفي ده طبعا هو بيكون قطع لك قطعة لحمة تستوي معيك بكل سهولة ما تاخدش منك وقت طويل أبدا أبدا في الزيت دلوقتي نبتدي بالخطوة الأولى ونبتدي نحضر الليل تدبيلة وعندي هنا الليل تدبيلة بصلايا بحجم متوسط اتنين طمط مية بحجم متوسط ومعي كمان اللمونة هقطعهم دلوقتي القطعة صغيرة وهبتدي أطيفهم في الكب أو المطحنة أو الخلاط أيا كانت الأدير اللي موجودة عندك أو حتى المبشرة تقدر يتبشرين بالمبشرة معي كمان عود من الرزماري هفرمهم مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انت شايفي ده بعد كده هبتدي أطيف التوابل معلقة كبيرة من الملح معلقة كبيرة من الفابريكا معلقة من الفلفل الأصمر صغيرة ومعي كمان عصير اللمونة اللي كانت موجودة معي في المكونات في أول الفيديو هخلط المكونات مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انت شايفي ده وبعد كده هبتدي أطيف قطع اللحمة وهغلفها كويس جدا بالتتبيلة بالشكل اللي انت شايفي ده وبعد كده لو عندك وقت بقى تقدر تسيبيها 4-5 ساعات أو تبيتيها للي كمان في التلاقي هيكون أفضل كتير جدا جدا لو ما عندكيش وقت فتك تافي بساعتين زي ما أنا عملت سبتها في التدبيلة حوالي ساعتين أو ثلاثة وبعد كده جبت قطعة البوفتيك وبتديت أشيل من عليها بقايا التدبيلة خلاص كده التدبيلة اديتني الغرض المطلوب منها وأخدت كل الطعم في قلب قطعة اللحمة فأنا مش محتاجة للبقايا دي لأن البقايا دي بيكون عامل أساسي في أني الكفر اللي بنغلف به البوفتيك يتشيل من على قطعة اللحمة بكل سهولة طبعا ده مش السبب الوحيد اللي بيكون السبب فإن الكفر اللي بيكون على قطعة اللحمة أو على قطعة البوفتيك بيتشيل ولكن ده أحد الأسباب المهمة جدا جدا هشيل كل التدبيلة من على قطعة اللحمة بالشكل الانت شايفي ده وهنا بعد ما شيلت خلاص كل قطعة اللحمة بيت نظيفة جدا جدا من أي تدبيلة موجودة عليها بعد كده هجيب بضاية هاخد منها الصفار بس لإني كمية اللحمة الموجودة معي مش محتاجة لها بيت كتير ممكن أخد نص بضاية ولكن أنا اكتفيت فقط بالصفار وده لإني بحس إن أحد برضو أسباب إن الكفر اللي على قطعة اللحمة يتشال هو إن الغلاف اللي بنغلف به قطعة اللحمة اللي هو الأولين اللي بيكون البيض بيكون كتير جدا جدا فده بيخلي الكفر يتنفخ من على قطعة اللحمة وهو بيتقلي وبالتالي بمنتهى السهولة بعد كده بيبتدي يتشال أو أحيانا بيتشال كمان هو في قلب الزيت فبيكون حاجة محبطة جدا جدا بعد كده نبتدي نحضر للكفر اللي هنغلف به البوفتيك بتاعنا أنا موجودة عندي هنا في شدار تقدر تستخدمي بقصمات تقدر تستخدمي خلطة الكرانشي أيا كانت المادة اللي موجودة عندك اللي هتغلي في بها البوفتيك أهم شيء إنك تضغطي قطعة البوفتيك كويس جدا لحد ما تخلي القطعة الصغيرة دي تتفرد معيك وحجمها يبقى ضعف بالشكل الان شايفية ده لأنها قريدي لما تيجي تتقلي هتبتدي تكيش تاني ولكن الخطوة دي هتخلي قطعة البوفتيك تشرب كويس جدا جدا من الكفر ده وبالتالي هيمسك فيها كويس جدا جدا فده هيكون أحد الأسباب اللي مش هتخلي الكفر يتشيل بكل سهولة من على قطعة البوفتيك وقادي كتا البوفتيك بعد ما خلصناه وغلفناه كويس جدا بالفيجتار تقدري طبعا تشليه في الفريزر لو عندك وقت قبل ما تقليه ولكن أنا ما بفضلش لطريقة دي الحقيقة لأكتر من سبب أولهم أني ما عنديش وقت وده أول سبب تاني السبب والأهم بالنسبالي أني لما بشيله في الفريزر في بيكون سائع جدا جدا طبعا لما بيجي أضيفه على زيت سخن جدا جدا ففجأة درجة عرارتزك بتقل وده بيساهم بشكل كبير جدا في أن الكفر أو الغلاف الخارجي اللي على قطعة اللحم أو الستيك أو البوفتيك بتبتدي تتشال وأنا مش عايزة كده أنا عايزة الكفر يكون متماسك وماسك كويس على قطعة البوفتيك بالشكل الأنت شايفه ده فهذا السبب أنا بقليه على طول ما بحبش أشيله في الفريزر يجمد وطبعا الزيت يكون كميته قليلة متكونش كمية كبيرة جدا الزيت يكون سخنه أول ما أضيف قطعة اللحمة هوطي النار شوية صغيرة مش قوي وبعد كده هسيبها لحد ما تستوي أو تاخد لون كويس وبعد كده هقلبها على الجنب الثاني لمدة تقريبا دقيقتين أو ثلاثة وممكن أربع دقايق زي مؤطي لك قطعة اللحمة اللي بيجي بيها ما بتاخدش وقت طويل أبدا على النار معروف طبعا البوفتيك لو قطعة لحمة كويسة جدا مش هتاخد منك وقت أبدا على النار وهتستوي معك على طول ومش هتبقي مجبرة إن قطعة البوفتيك تغمق منك أكتر من اللازم علشان تتأكد إن هي استويت وكده خلاص خلصنا وبتدي ننضيف البوفتيك في طبق التقديم وزي ما انتو شايفين شكله أكتر من رائع قطعة البوفتيك متماسكة جدا شكلها حلو جدا جدا ما شاء الله الكبر زي ما انتو شايفين سليم مفوش ولا حتة حتى مقطوعة واخد لون أكتر من رائع وشكل أكتر من رائع والطعم كمان حقيقي حقيقي تدبيلة أكتر من رائع أتمنى من كل قلبي تجربوها والحد هنا وصفتنا خلصت والفيديو كمان خلص أتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسونيش فيشير واللايك والسابسكرايب أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دمتم أمنين لأحلى متابعين